مشهد من أعجب المشاهد إذا كان في صورة الصفات صورة الإنسان اللي قدر يأخذ قرار لأصحاب المعصية وقال لهم أنا مش أتبعكم فهو نفس المشهد ولكن لأصحاب المعصية اللي كان معهم صاحب دايما صاحبهم اللي كان دايما يدلهم على الطاعة يدلهم على القرب من الله سبحانه وتعالى صاحبهم اللي كان دايما يقول لهم اتقوا الله حرام عليكم لإنتم تعملوا ده صاحبهم اللي كان يقول لهم وآخر الطريق المخدرات إيه صاحبهم اللي كان يقولهم مؤخر الطريق المشي مع البنات ايه صاحبهم اللي كان دايما يقولهم حرام عليكم اتقوا الله في أنفسكم صاحبهم اللي كان بيذكرهم بالله صاحبهم اللي كان بيعرفهم على الله صاحبهم اللي كان بيدلهم على ربنا سبحانه وتعالى ساعتهم وهما في النار افتكروه وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار فين الإرهابيين فين المتذمتين فين المتعصبين فين الناس اللي كنا بنسخر منهم في الدنيا علشان لحاهم وفين البنت اللي كنت بسخر منها في الدنيا علشان نقبها ولا علشان ازدالها ولا عشان العباية بتاعتها فين البنت اللي كنت دايما بقول لها انت خنيئة قوي فين البنت اللي أنا كنت بقول لها في الدنيا انت متشددة ومتعصبة فين البنت اللي كانت بتدليني على ربنا وانا اقول لها انت ما بتفهمش حاجة وانت بديئة حياتك وانت ارهابية وانت متعصبة وانت متذمتة وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدوهم من الاشرار اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار هو يعني احنا ليه مش شايفينهم معنا في النار وزي ما اهل الجنة طلعوا فرأى صاحب سوء في اصل الجحيم في سواء الجحيم اهل النار يشوفوا الناس اللي كانوا بيسخروا منهم في الدنيا فينظروا الى الجنة فيرونهم في اعلى النعيم يا اخواننا اختاروا الرفقة يا اخواننا اختاروا البيئة اختاروا البيئة وربنا سبحانه وتعالى في صورة في الصورة يذكر لنا مشهد جديد من المشاهد المتعلقة باهل النار وهم بيعذبوا في النار وازاي كل واحد منهم يريد الانتقام من كل واحد في يوم من الايام ده له على معصية صاحبتها اللي في يوم من الايام زللت ليها الاسباب ووسوسة لها لحد ما في يوم من الايام البنت خانت اهلها وبقت ماشي مع ولد فين النهاردة صاحب اللي في يوم من الايام علمني ان انا اشعب سجاير او اشعب مخدرات قال الله سبحانه وتعالى في شأن اهل النار ربنا شوفوا نداء المراضي عن ايه ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس ليه يا رب ولينا اصحابنا بتوع الدنيا بتوع زمان اللي خلونا ننحرف عن الطريق اللي كان سبب من الاسباب الكبيرة او ان احنا نكون في النار اتباعهم ربنا ارنا الذين اضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت اقدامنا ليكون من الاسفلين يا رب كل واحد في يوم من الايام دليني على معصية والرهوني ليه اجعله تحت قدمي نجعلهما تحت اقدامنا ندوس عليهم برجلينا ليكون من الاسفلين عشان تعرفوا قدر الندم وقدر الالم اللي ممكن يصاب بيه انسان والسبب في كده اصحاب السوق والسبب في كده هذه البيئة الفسدة نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والله يا اخوانا والله لا انسى ابدا احد اصحابي اللي اتربنا مع بعض وانحنا اولاد صغيرين كنا نروح نلعب كرة مع بعض ونخرج مع بعض ونتفسح مع بعض انا لا انسى ابدا لما انضم لينا واحد تالت والتالت ده انا استشعرت منه كده انه مش كويس فبعدت ولكن صاحبي فضل ماشي مع الولد ده وانا احذر صاحبي بلاش الولد ده مش كويس وفضلوا الاتنين ماشيين مع بعض وللأسف دلوا على طريق المخدرات والدور الايام صاحبنا يسافر للكلية بتاعته في القاهرة وانا افضل اعود في المنصورة وصاحبنا ده وصاحبنا ده تمر الايام هو في طريق وانا في طريق ومن اربع خمس سنوات كان لأول مرة في حياتي اشوفه بعد الانقطاع ده بس للأسف والله العظيم يمكن من اسوأ اللحظات اللي مرت علي في حياتي يوم ما شفت صاحبي حد ممكن يقول يا شيخ بس المفترض انت شفت صاحبك بعد فترة غياب طويلة تبقى فرحان ايو والله فعلا كلامكم صحيح ولكن لما شف صاحبي بعد طول غياب وهو للأسف فقد عقله فقد عقله بسبب المخدرات وماشي في الشوارع بيكلم نفسه بسبب المخدرات واعلم بعد ذلك انه مات بالمخدرات حاجة فعلا والله يعني تخلي الانسان يبكي دما على شاب ضاح مش قادر اوصف ليكم حال والده ووالدته كان اخبرهم ايه وهما شايفين ابنهم قرط عينيهم يوم وراتان بيضيح لما شفوا ابنهم وهو خلاص فقد عقله وماشي في الشارع مجنون بيكلم نفسه لما يشوفوا ابنهم بهذه الصورة وهذه الحالة لدرجة انه يموت بالمخدرات شوفوا قدر الحسرة اللي موجودة في قلب الاب والام تعرفوا ساعتها قد ايه صاحب السوق ده شيء قبيح جدا في حياتنا